اشتركوا في القناة كل الاوضاع اللي احنا عم نجتازها في هذه الايام هيك الرب وضع قلبي نتشارك مع بعض من رسالة فليبي رح نتأمل فيها بطريقة شوي مختلفة بعض الشيء عن ما تأملنا فيها بالماضي فدعونا نفتح كتبنا المقدسة على فليبي لصحاح الاول ونقرأ من عدد 12 لعدد 26 ورسالتنا في هذا المساء بعنوان كيف نفرح بالظروف الصعبة والضيقات اللي احنا نجتاز فيها كيف نظر افرح وسط ظروف متغيرة وسط صعاب وضيقات متنوعة هذا هو ما يتكلم عنه الرسول بولوس في هذه الرسالة المباركة رسالة فليبي فليبي الاصحاح الاول وعدد 12 يقول الكتاب ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوة ان اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل حتى ان وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن اجمع واكثر الاخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يشترئون اكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح واما قوم فعن مصرة فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص ظنين انهم يضيفون الى وثق ضيقا فاولئك عن محبة عالمين اني موضوع لحماية الانجيل فماذا غير انه على كل وجه سواء كانت بعلة ام بحق ينادى بالمسيح وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا لاني اعلم ان هذا يقول لي الى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي اني لا اخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الان يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة ام بموت لان لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ولكن ان كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا اختار لست ادري فاني محصور من اثنين ليشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ولكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم فاذ انا واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الامان لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري ايضا عندكم امين يبارك لنا الرب كلمته في هذا المساء يا رب مرة اخرى ماسحا الكلمة متكلم والسامعين بمسحة الروح القدس فعبدك وراء الصديب وتكلم انت لا نريد ان نسمع صوت انسان لكن نريد ان نسمع صوت الروح القدس الى قلوبنا باسم الرب سوع اذهاننا يا رب سوع مفتوحة لكلمتك الحية ولك كل المجد في اسم يسوع امين رسالة الرسول بولوس الى اهل فليبي كيف نفرح بالظروف الصعبة والضيقات التي نحن في هذه الايام عم نمر فيها رسالة فليبي بموضوحها الرئيسي او تعتبر باعتبرها كثيرين من المؤمنين او من الخدام رسالة الفرح المسيحي رسالة الفرح المسيحي وبسبب الكلام المعزي والمشجع اللي بفرح قلوبنا خصوصا الموجود في هذه الرسالة وخصوصا احنا محتاجين لهذا الكلام في الايام اللي احنا عم نجتازها واللي عم نعيش فيها يسميها رجال الله برسالة افراح البرية وكأنه احنا عايشين في برية لكن في افراح وكلمة الله بتعزينا في برية في غربة هذه الحياة زيما تحدثنا في الأسبوع الماضي ذكرت كلمة فرح في هذه الرسالة 16 مرة تقريبا وأنا بشجع الجميع أنه نقرأ هذه الرسالة عدة مرات لأجل أنه كلماتها بتعزي قلوبنا بتعزي أفكارنا ونفوسنا وأرواحنا وبتطرد من حياتنا كل حزن وكل اكتئاب وبتملأ قلبنا بالفرح الحقيقي اللي هو فرح الرب فرح الرب هو الفرح الحقيقي كاتب هذه الرسالة زي ما تحدثت هو الرسول بولوس وكتبها هو كان مستأجر بيت لا أريد أن أقول ما غلط لكن أريد أن أقول مستأجر بيت على شيشة بحر هناك جزيرة باليونان تضبوط الحكي؟ لا أريد أن أقول غلط أنا مشكلة دغري بضحك وين كتبها؟ وهو في سجن روما وهذه واحدة من رسائل السجن الأربع كتبها وهو في ظروف صعبة جدا جدا فرسالة طالعة من قلب الألم مش طالعة من شي مؤتمر انتعاشي كان هناك وأجا وكتبها لكن طالعة من قلب الألم وقدش مؤثر وحقيقي نتأمل في هذه الرسالة برسالة الفرح من شخص عايش في عمق الألم في عمق الظروف الصعبة والآية الحلوة اللي بتميز هاي الرسالة هي في لبي أربعة أربعة اللي بتقول افرحوا بالربي كل حين بعدين حاول يكمل بولوس ما لقاش مرادفات قال إيش وأقوله أيضا افرحوا يعني عاد نفس المعنى يعني افرح وكمان مرة افرح في الرب كل حين في كل الظروف اللي احنا هم نجتاز فيها هادا رسالة رسالة مش طويرة مكونة من أربع أصحات وبتحكي عن أربع مسببات اللي بيسلبوا من حياتنا الفرح الحقيقي ولكن مع كل أصحاح في مسبب ومع كل أصحاح الرسول بولوس بيقدم العلاج الشافي الوافي الكافي اللي بيمسح دموعنا وبيرفع أحزاننا وبيقيم كل اكتئاب من حياتنا وبيملق لوبنا بالفرح الحقيقي اللي قال عنه الرسول بولوس في بطرس في بطرس الأولى واحد تماني قول فتبتهجونا بفرح لينطق به ومجيد فرح صعب انك تعبر عنه لان مش فرح العالم لكن فرح نابع من الروح القدس اللي ساكن فينا اللي مالي حياتنا اللي بيغمرنا بحضوره عشريك احنا محتاجين ان نمتلق بالروح باستمرار لان واحدة من ثمر الروح هي ايش فرح لان ثمر الروح هو محبة فرح سلام فبدك تمتلق فرح امتلق بالروح القدس قولي روح الله املاني بفرح فرح لينطق به ومجيد مبارك اسم الرب سوع وايضا فرحنا نابع من مسيحنا يسوع هو سر فرحي وسعادتي يسوع اللي اللي عمل كل العمال المباركة حتى يملأني بالفرح والسرور والابتهاج فهذه الرسالة بتقدم لنا باربع اصحاحات اربع مسببات بيسلبوا من حياتنا الفرح الحقيقي لكن بولوس بقدم زي ما قلت اربع علاجات تعال نشوف شو هي المسببات الاربع كل اصحاح فيه سبب لسلب الفرح من حياتي والرب والرسول بيحط العلاج اول مسبب بيسلب الفرح من حياتي في الاصحاح الاول هو الظروف والضيقات رح ندرسها لقدام ان شاء الله بنعمة الرب اليوم ندرس الموضوع الاول الظروف والضيقات مسبب الثاني الناس والعلاقات مسبب الثالث الاشياء والممتلكات مسبب الرابع الهموم والاحتياجات مع كل مسبب الرسول بولوس بقدم للعلاج فلما احنا نجتاز في الظروف والضيقات العلاج هو المسيح هو حياتنا بولوس بقول لان لي الحياة هي المسيح فالمسيح هو حياتنا دام المسيح هو حياتنا قادرين نجتاز في كل الظروف الصعبة والضيقات ومع الناس ومع الناس والعلاقات المسيح هو مثالنا بقول لكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع عندما يكون لك فكر المسيح ستعيش على مثال المسيح أما مع الأشياء والممتلكات المسيح هو غرضنا وهدف حياتنا بقول لك العليا في المسيح سوع غرضي وهدفي هو المسيح أما مع الهموم والاحتياجات فالمسيح هو قوتنا وكفايتنا في لب أربعة تلتعش أستطيع كل شيء بقول ولوس في المسيح الذي يقويني المسيح هو حياتنا المسيح هو مثالنا المسيح هو غرضنا والمسيح هو قوتنا وكفايتنا في أحلى من يسوع هو الكل في الكل هو اللي بيكفينا في كل ما نحتاج إليه اليوم بنعمة الرب رح نتأمل بالأصحاح الأول اللي قرأنا جزء منه واللي بيكشف إلنا كيف نقدر نفرح بالرغم من الظروف والضيقات التي نجتاز فيها بقول في فليب بواحد اتناعش أول آي قرأناها بقول بولوس ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة عم بيحكي مع أهل فليبي الرسالة بيبعثها لأهل فليبي من سجن روما أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكتر إلى تقدم الإنجيل طيب شو الأمور اللي بتكلم عنها بولوس بيشرحها بالعدد البعد بعدد 13 بقول حتى أن وثقي قيودي وكان محبوس ومقيد في سلاسل قيودي وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وبردد هذه الكلمة كمان مرتين في عدد 14 بقول وأكثر الإقوة وهم واثقون في الرب بوثقي بعدين بعيد كمان مرة كلمة وثقي بعدد 16 بقول هؤلاء عن تحزو ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا بولوس كان نفسه يروح على روما وهو حر وهو بعده في جيل أزهر هو ما زال في صحته وفي قوته عشان هناك يبشر ويشهد عن المسيح ولكن الرب ما سبح لسبب ما أنه بولوس يروح على روما وبولوس بيكتب رسالة لكنيسة روما اللي ما قدرش يصلها بذاك الوقت ونلاحظ الرسالة بروميا 1-13 بيحكي هذا الإعلام بقول لأهل روميا ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الأخوة أني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم يعني أنا كثير مرات حاولت آجي عنكم ومنعت حتى الآن الرب ما سمح أنه بولوس يروح إلى روما في ذاك الوقت بينما كان حر طليق لكن منلاحظ بعد فترة من الزمن منشوف الرب يسمح أنه بولوس يروح إلى روما لكن بروح مش حر طليق لكن بروح متقدم بالعمر وبروح مقيد ومسجون لو أنا كنت محال بولوس أو يمكن الكتار كانوا محال بولوس كان ممكن يتضمروا على الرب ليوم التذمر هيك يا رب بتعمل فيي بعد السنين الطويلة من الخدمة وأنا كان نفسي أروح وأخدمك هناك وأشهد عن اسمك وأبشر عن اسمك أنت منعتني أروح وأطلت وسكرت الأبواب وأخرتها هيك يا رب أروح لهناك جرجرة مسجون مقيد موثق في سلاسل هيك يا رب طمرت وتعبي ومعاك وخدمتي ومسيرة إيماني لكن المفاجئ كثير إحنا مرات نذمر على الرب لما الأمور تمشيش كي بدنا منصلي لأجل أمور معينة ونطلب من الرب لكن الرب يكون عنده خطة مختلفة تماما خارج عن محدودية أفكارنا أو توقعاتنا أو أسلوبنا أو إيش إحنا بدنا وهون بولوس الشيء المفاجئ إنه بولوس بفاجئنا إنه هو يعني بيكسر كل المنطق البشري وبقول لأهل في لبي رغم كل الظروف الصعبة اللي أنا موجود فيها أنا أفرح بل سأفرح أيضا لأنه فرحي مش بتعلق بالظروف اللي أنا بجتاز أنا مسجون مش مسجون موثق بسلاسل مش موثق بسلاسل يعني في قدامي محاكم وفي علي تهم تقيل اللي ممكن تقودني إلى الإعدام وأعدم بعدين بولوس قال رغم كل هذا أنا مش مهتم في كل هذا أنا أفرح بل سأفرح بالرب لأنه فرحي مش بتعلق بالظروف لكن فرحي متعلق بالمسيح اللي هو حياتنا بولوس قبل ما يدخل السجن في روما سنة ستين ميلادي كتب رسالة روميا ما قدرش يروح لعندين فبعت لن رسالة اللي هي رسالة روميا نشكر رب إنه يعني رسالة قيمة جدا كتبها يعني تقريبا بسنة ثمان وخمسين قبل ما روح على روما مقيد بسنتين وسارت روميا مشهورة جدا اللي فيها بولوس بحكي كلمات عجيبة في غاية الروعة بقول من سيفصلنا عن محبة روميا ثمانية من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف لو إنه إحنا كتبها اليوم كان بقول أم حرب أم تهجير أم صواريخ وتفجير ومنحط القائمة بتقدر تحط تدي بدك لكن بعد السبعة وثلاثين بيختيب وقول ولكن في هذه جميعها في كل الظروف اللي إحنا عن نجتازها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا في هذه جميعها في كل الظروف والتحديات اللي أنا أجتازها مش بعد ما أمروا الظروف وبعد ما تنتي الحرب وبعد ما الدنيا تصير خير وسلام سيعظم انتصارنا لا أنا بنص المشكلة في قلب الضيق في داخل الظروف الصعبة أنا بده يعظم انتصارنا بالذي مين أحبنا في المسيح الذي هو قد أحبنا أنا عيني مش على الظروف ولا على الضيقات لكن عيني على المسيح الذي هو حياتي مسيح هو حياتي المسيح هو حياتي أنا ما بفرح لما أجتاز الظروف الصعبة ولما الأمور تكون تمام لكن أنا بفرح وأنا موجود وسط الظروف الصعبة لأنه سر فرحي مش مربوط بالظروف اللي عم بأجتازها لكن سر فرحي هو مين يسوع الحي بداخل حياتي لأن عشيك بقول لي الحياة هي المسيح يعني حياتي هي المسيح الظروف تتغير نعم الظروف تتبدل نعم الظروف يوم تطلع فوق ويوم تنزل تحت وشكلها طلعت بطلت تنزل وكل ما للأمور تتعقد الظروف تتغير وإذا أنا بدي أربط فرحي بالظروف اللي حوالي حياتي مش رح أفرح لكن أنا بربط فرحي وسلامي بالمسيح الذي لا يتغير قوله أمين معي يسوع المسيح هو هو إيش أمسا واليوم وإلى الأبد هو اللي كان مع الفتيان التلاتة فأتون النار كان ظروف حلوة لا كان نار لكن إيش بالإيمان أطفقوا قوة النار قوة النار ما أثرت عليهم مش بس لكن كان موجود معهم هو الرابع اللي كان في أتون النار هو موجود معك وسط كل الظروف الصعبة مش بس الحرب إحنا ممر فيها يمكن أنت عم تمر في تحديات في حياتك في ظروف صعبة في حياتك في ضيقات في حياتك ومش حد حاسس فيك بس اعرف إنه إلهك الحي مش ممكن يتركك هو موجود معك هو اللي قال وإن سرته في واذ ظل الموت لا أخافش لأنك أنت بعي عم نوئيل الله معنا بس إحنا إيش محتاجين نعمل نقول له يا رب تعال كون أنت الكل في الكل في حياتي مرات كتير إحنا مسكين الستيرينج وإحنا بدنا نقود حياتنا وإحنا بدنا نتعامل مع ظروفنا وقول لك الرب يا شه أعطيني اسمح لي شوي خليني أنا سيب المشغولية بولي الترتيل وارميها علي حط أمورك على الرب ارفع عينيك على الرب هو البداية والنهاية هو الألف واليا هو الأول والآخر لمن زار يحنى في سفر رؤية كان يحنى في ظروف مريحة لا كان مسبي في جزيرة بطمس من في لكن هناك الرب أعلن ذاته بقوة هقول لك أعظم اختبارات ممكن تجتاز فيها لما يكون في أحلك الظروف وأصعب الظروف اللي أنت عم تمر فيها هناك يتمجد الرب هناك يتعظم الرب وينما الظلم بتزداد نوره وحضوره بيكون واضح بيكون جلي لحياتك هناك بتختبر مين هو إلهك إلهك الحي لو آمت الدنيا وأعدت أنا رح أظل ثابت ماسك بالرب الذي إيش لا يتغير وأنا عم بحضر الترتيلي مش عارف أخر مدة عم تطلع ترتيب قديمة ممكن ثلاثة ارباعا ما نعرفهاش بتقولي الترتيلي مجدا لمن محى الأثام طهرني إلى التمام قلب انتلى حبا سمى كأني دوما في السماء إن كنت في قصر أعيش أو كوخات بلا حيما سينا عندي أنني ضعيف معد مجدا لمن محى الأثام طهرني إلى التمام قلبي تعلق حبا سمى كأني دوما في السماء عايشين في الأرض لكن قلوبنا وحياتنا وين مع الرب في السماء أمين فبش فرق معي تقوم الدنيا وتقعد تقوم الدنيا وتقعد شو ما يصير حوالي أنا ثابت في الرب لأن لي الحياة هي المسيح بولوس يعني بولوس ما قال لأن لي الحياة هي الراحة في ناس إذا ما ارتحوش أنا بطل في عندي حياة بس مع الكلمة هاي من الجيل الجديد بطل في عندي حياة هاي هاي مش مرتاحة بطل في عندي حياة لأن لي الحياة بولوس ما قالش لأن لي الحياة هي الأفراح أو لأن الحياة هي الشهرة أو لأن لي الحياة هي الكرامة أو الصحة أو النجاح حط شو بدك رح تكتشف كل هذه الأشياء معرضة بأن تتغير وتتزعزع فقط لمن بيصير حياتك هي المسيح رح تعرف تتعامل مع نفسيتك مع مشاعرك أساساً مش رح تتعامل الرب رح يتعامل مع مخاوفك مع أفكارك وما تخلي أي شيء بيأثر على حياتك أو ثباتك في المسيح لازم نعرف كتاب بيقولنا كل الخليقة تئن وتتمخط حياتنا على الأرض مليانة بالتحديات بالأنين بالتحديات المتنوعة بالتجارب بالضيقات المتنوعة يعقوب يعني رب كلمنا من خلال يعقوب يعقوب واحد اثنين بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة هذه التجارب بتولد عنا الصبر والإيمان والتزكي والرجاء بتنمي وبتشكل حياتنا على صورة المسيح وهذه نفس رسالة فليبي اللي عم بتقول نحن نفرح بالرغم من الظروف الصعبة لأن حياتي هي المسيح سر فرحي هو المسيح الذي لا يتغير ومحبته لا تتغير لاحظ يعظم انتصارنا ما قالش بالذي أحبه لأنه محبته ممكن تبرد ممكن تفتر قال يعظم انتصارنا بالذي إيش هو أحبنا محبته ثابته بغض النظر عن وضعك الروحي والنفسي محبته لا تتغير تجاهك شو رايكو نصلي لحظات لو في بوسطنا أو يعني رب أو حدا عم بتابعنا هو يعني يعني صلي معاي وما زال ينتظر انه الظروف تتغير أو انه الأمور تتحول أو المشاكل تنتهي حتى تقدر تفرح قولوا رب سوع تعامل معاي الليلة أنا بعلا انك انت هو حياتي انت هو ملكي انت ربي تعال حول عيونها من على الظروف وثبتها عليك ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع علمنا نكون فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة الآية الآية اللي حطها أبو أدهم اليوم بالكروب الكنيسي إذن الانتصار الأول اللي كان في حياة بولوس انه قدر يفرح بالرغم من الظروف الصعبة والدقاط السر هو إيش حياته كانت المسيح قال لأن لي الحياة هي المسيح سؤال هل حياتك هي المسيح أم المسيح هو جزء من حياتي عنده زاوية عنده أوضة هيك حضرت لهم معطيه هيك غرفة الضيوف ولا المسيح هو الكل في الكل بحياتي ش ممكن تقدر تتمتع بهذا الفرح وسط الظروف الصعبة إلا عندما يملك المسيح كل حياتك قولي يا رب أملك على حياتي أملك على أفقاري على أحلامي على أجواء أنت الكل في الكل أنت الجالس على العرش لكن الشيء الثاني الانتصار الثاني لبولوس هو مش بس أنه يكون المسيح هو حياته لكن تسليمه الكامل لمشيئة الرب وسط كل هذه الظروف الصعبة هو كان مسلم بالكامل لإرادة الرب ومشيئة الرب نشوف بعدد 26 بقول لأنه الحياة هي المسيح بعدين بكمل جملة كتير صعبة والموت هو إيش يعني اتعال إحكي للناس بقول لك أنت مجنون شو الموت ربح حدا بقول الموت ربح بولوس بقول الموت بالنسبة إيلي ربح وبشرح ليش بعدين بعدد 20 بقول كذلك الآن يتعظم حياة حياة أو موت شوف المستوى اللي كان فيه بولوس بعدين ألف عدد 23 فإني محصور من الاثنين بين الحياة والموت ليش تهى أن أنطلق وأكون مع المسيح داك أفضل جدا وتنساش بولوس طلع إلى السماء الثالث وشاف السماء عم بيحكي عن إيش هو شايفه هو اختبره عارف وين رايح وعارف عن مين رايح وضامن قال هناك بكتير أحسن من هون ليش دي أن أنطلق وأكون مع المسيح داك أفضل جدا لكن بعدد 24 أن أبقى في الجسد ألزم لأجلكم بعدين 25 بقول فإذ أنا واثق بهذا أني أعلم واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإمام يعني بقول بولوس أنا بدي أبقى عشانكم عشان فرحكم عشان تقدمكم وخدمتكم أنا بدي أعيش لعندي هدف أني أخدم المسيح أكتر عشان حياتي تثمر ثمر أكتر عشان من أصل الأبدية عند يسوع هقدر أحصل على مكافآت وأكليل أكتر فماذا أختار لست قدري فبولوس كان مش عارف يختار بين الحياة تخيي كأنه عنده هاي الإمكانية أنه يختار بين الحياة والموت مع أنه هذا الاختيار هو للرب واثنين بقولها من نسبة إلي يوصل زي بعض ما فيش فرق بناتين عشان لكن بولوس سلب الموضوع لمشيئة وإرادة الرب قال يا رب بدك تخدني أنا حاضر بدك تخليني أخدم أنا حاضر بالنسبة إلي نفس الشي أنا هون معاك وهناك عندك هون بخدمك هناك بعبدك وين بدك كياني معاش تفرق معاي بالنسبة إلي نفس الشي عشان يكبولوس مش بس كان فرحان في الضيقات وهو سجين لأنه لي الحياة هي المسيح لكن أيضا كان مسلم حياته بالكامل لمشيئة الله في الضيقات وهو في السجن هل بتعرف وين ترح تقدر تتمتع بالأفراح الحقيقية مش لما الأمور تكون تمام للأمور ولا مرة راح تكون دايما تمام لكن لما تسلم حياتك بالكامل وإرادتك بالكامل لمشيئة وإرادة الله الآب سواء كان بالصحة أو بالمرض في الضيق أو في الوسع في الحرب أو في السلم في الوفرة أو في العوز في الحياة والخدمة للرب أو حتى في الموت والانتقال عند الرب اللي اعتبر بولوس ربح لأنه راح يكون مع المسيح ذاك أفضل جدا بولوس قال أنا مش فارق شو راح يصير معي سواء بحياة أو بموت لأنه على النحتين أنا ربحان تخيل الإيمان اللي إحنا لازم يكون عندنا فتسليم بولوس حياته بالكامل ومستقبله لما شئت الرب خلاه يرتاح خلاه حر هو مقيد يا في ناس يا ما في ناس برة حرة لكن في قلوبها مقيدة بولوس كان حر من جوه كان حر وكان قادر يعيش بحرية بالرغم من أنه موجود في داخل سجن وموثق في سلاسل والدرس اللي بتعلمه لما بتسلم حياتك ومستقبلك لمشيئة الرب إرادة الله الكاملة وتسق إن الرب هو برتب لك الأفضل حتى لو مش فاهم إيش اللي عم بيسير راح تقدر تفرح بالرب وترتاح ويملأ قلبك سلام الله الذي يفوق العقل حتى لو أنت بعدك موجود في الضيق أو الصعاب أو التجارب تسليمنا الكامل للرب هو اللي بيجيب وبيجلب الفرح والراحة النفسية ساعتها الرب هو اللي يكون عم بيقود حياتي وماسك الدف هو بوجهها إلى المكان اللي هو بيختاره قد يش مهم إنه إحنا نتعلم كيف نسلم مرات للرب نسلم للرب يسوع نفسه اشتاز في هيك ظروف لما نوصل لعنجس السيماني كونه ابن الإنسان كان يتصارع كان عارف إنه فيه أهوال الصليب والألام عم تنتظره هناك صلى ثلاث مرات وكان عرقه ينزل قطرات دم وكان عم بتصارع وقال له هذه الكلمات يا أبتاه كابن الإنسان قال له يا أبتاه زي ما اسمعنا يوم الأحد إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن ولكن كلمة مهمة مفصلية لتكن لا إرادتي بل إرادتك شو كانت إرادة الآب مش إنه ريح المسيح لكن إرادة الآب إنه يخلي يسوع روح الصليب يحمل كل خطيانا يحمل كل ألامنا يموت من أجلنا ويدفع الثمن كامل وتكامل على الصليب هل كان هذا سهل على المسيح لا مرات إحنا بدنا الطريقة السهلة والهوينة لكن الرب يكون مشيئته الطريقة الصعبة اللي فيها في مجد وراء كل يوم جمعة في إيش يوم أحد في قيامي عشان إيك يسوع هل يسوع بقلبه كان مصرور من اللي عب يعمله عبرانيين بفاجئنا الكتاب عبرانيين 12-2 اسمع هاي الكلمات بقول عن الرب يسوع من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين يسوع كان عارف إن رح ينتصر ويقوم ويصعد إلى الآب السماء ويجلس على يمين العظمة كابن الإنسان بالإضافة إنه كونه ابن الله شو السرور اللي كان موضوع أمامه أول شيء تتميمه لإرادة ومشيئة الآب القصد اللي من أجله جاء المسيح أن يدفع ثمن خطايا البشرية وأن يأتي بألوف وملايين من الناس لكي يخلصوا من الظلمة وينتقلوا إلى النور ويصيروا أبناء وبنات للرب ويكون عند الله الآب عيلي هو أب وعنده أولاد بنين وبنات للرب يسوع المسيح هذا السرور فقدر يسوع يفرح بالألم أنا بقول لك إذا بتسلل ما مشيئة الرب الرب رح يقدر يعطيك تفرح وسط الألم وسط الظروف الصعبة إلا عم نشتازها مبارك اسم الرب شيء الثالث والأخير الانتصار الثالث اللي بخلينا نفرح هو إعلان إيماننا في الضيقات بولوس بالرغم من أنه كان مسجون وقدامه محاكم وقضايا وممكن يوصل للإعدام إلا أنه كان عنده إيمان ويقين وثقة كاملة بالرب أنه الرب يعني راح يخليه عايش ويخدم شعبه إلى وقت اللي هو يختاره مش الحاكم اللي يختار لكن هو اللي يختار الوقت اللي فيه وينتقل إلى الأمجاد بقول في عدد خمسة وعشرين فإني أنا واثق بهذا أعلم إني أمكث يعني واثق وأعلم ننلك هذا اليقين يا بولوس أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم ننلك هذا الإيمان يا بولوس ما أنت ضعيف مقيد مسجون وجنود حواليك دائما حراس وعليك تهم كبيري وقيس الرجل قاسي وشرير وظالم وإنت بتعلم ننلك هذا الإيمان وهذه الثقة الشديدة بالرغم من كل هذا كان عنده هذا الإيمان وكان عنده هذه الثقة أنه إن توانت فانتظرها في إيمان مظبوط الموضوع ما استجيب مظبوط أنا بعدني مسجون مظبوط أنا بعدني وبعدين على فكرة طلع هو عود رجع كمان مر إلى السجن مظبوط لكن أنا واثق أنه رب رح يغير الأحوال أنه هناك في آخر النفق فيه هناك فرج وسط الضيق لابد أنه ينتهي الليل لابد أن ينتهي وسيتشرق شمس البر والشفاء بولوس قدر يغني ويقول مع حابقوك ثلاثة كريت أن أقولها مع بعض إذا ممكن حابقوك ثلاثة السبعتاش بقول فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حملل في الكروم يكذب عمل الزيتونة الحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحضيرة ولا بقر في المذاوذ فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي هذا اللي عمله بولوس قدر يبتهج قدر يفرح مع أنه كل الأمور التانية خرباني لكن مع كل هذا أعلن إيمانه في الرب وقدر يفرح في الرب بالرغم من وجوده وسط الضيق وسط الظروف الصعبة وقدر يقول هاي كلمات في فليب 4 13 أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني منين يا بولوس إيمانك قال أنا علي مش على الظروف إذا بتحط عينيك على الظروف إذا كل وقت قاعد تسمع أخبار وشو صار وهذا قتل هذا وهذا بعمل هذا وهذا كذا شو بصير في معنوياتنا اكتئاب وإحباط لكن حط عينيك على مين رئيس الإيمان ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل الرب سوع اقرأ كلمة الله كل يوم خلي كلمة الله تملأ فكرك ونفسك فتمتلئ بالإيمان وتتشدد بالرب وبشدة قوته وتمتلئ بالرجاء وأيضا تمتلئ بالمحبة في اسم الرب سوع مسيح خلي عينيك مرفوع على الرب بولوس كانت عينيه على الرب وهذا فكرة مش أول مرة كان بفوت على السجن في مرة في لبي الأمراء على السجن في لبي هو سيلة ودخلوه وجلدوه حطوه بالمقترة شو كان بولوس يعمل يصليان ويتضمران ويصليان ويسبحان الرب يعني محلش عليك الروح الكدس يا بولوس غير انت وانت الوجع وكلما تشد على حالك بالصوت الوجع بزيد ايسا وقت تسبيح قال اهدى اهدى انت مش فاهم مش فاهم انت مش فاهم انه الفرح اللي ما لي قلبي والروح الله ما لي قلبي هذا مش اشي طبيعي هذا اشي فوق الطبيعي فرح لينطق به ومجيد فرح رغم كل يعني عكس المنطق وهذا اللي احنا محتاجين نمتاز فيه كمؤمنين وسط عالم وضع يشوفوا فرح الرب فيك الناس يجب يشوفوا ايمان المسيح فيك يشوفوا شجاعة يسوع فيك مش التهور شجاعة يشوفوا شيء مختلف فيك ويسألوك عن سر الرجاء زي احنا مثل العالم مثل الباقي شو بميزنا عن الناس بميزنا يسوع الحي فينا ولما احنا نعلن ومنعلن ومنعلن بقول ونحو نص الليل سزلزلت السجن وفتحت الأبواب يعني كل المساجين عرفوا ان هدول رجال الله مش بس السجان نفسه هو وعيلته آمنوا واعتمدوا وطلبوا الرب اول رجل في اوروبا سجان في لبي طلب الرب فرب اعمل معجزات بدنا معجزات عيش الحياة وخلي باختصار نقول اخر ثلاث جمل عندما يكون المسيح هو حياتنا لان الحياة لي الحياة هي المسيح هيك راح نقدر نفرح وعندما نسلم حياتنا بالكامل لارادة الله ومشيئة الله حتى يتعظم المسيح باجسادنا سواء كان بحياة او بموت واخيرا عندما نرفع ونعلن ايماننا بالرب بالرغم من الظروف الصعب والضيقات وعينينا مركز مش على الظروف لكن على الرب اللي فوق الظروف واللي قادر يغير الظروف اللي بدعو الاشياء الغير موجودة كأنها موجودة ونقدر نقول مع بولوس استطيع كل شيء في المسيح سوع الذي يقويني امين قدنا نصلي يا أبنا السماء ونشكرك من كل قلوبنا من أجل يا رب سوع سر الفرح اللي العالم ما بيعرفه فرح لينطق به ومجيد شكرا يا رب لأنه احنا بنقدر نفرح رغم كل الظروف نفرح بالرغم من كل الدقات بالرغم من كل الحروب والتحديات والمخاوف المحيطة بنا وأصوات المرعبة اللي بتدوي في كل مكان لكن رغم كل هذا احنا قدرين نفرح لأنك انت سر فرحنا يا رب صلي لأجل نفسي لأجل كل أخ موجود في هذا الأخت موجود في هذا المكان بأجل كل من يتابعنا الآن أو بوقت اللاحق أنك تلمس قلبه تعمل بروحه بروحك في داخل حياته فك يا رب شعبك المأسور كل يا رب سوع نفوس يا رب وقع تحت وهن يا رب ظنون أو علو يرتفع ضد معرفتك نحن نهدمها بقوة الإيمان بقوة الروح القدس ونعلن أننا أحرار في المسيح حتى لو كنا في جب الأسود حتى لو كنا في أتول النار حتى لو كنا في سجن روما مع بولوس ما من خاف ما من الطرب لكن نتشدد ونتقوى بالرب ونفرح بإله خلاصنا ونعلن إيمان وثقاتنا في إلهنا الحي القادر على كل شيء له كل الإكرام له كل المجد في اسم يسوع همين تعالوا نكرراني مع بعض ترنيمة أخيرة وترنيمة قديمة برضو بتقول أنا هفرح بيك نفرح في الرب في كل الظروف وقف مع بعض أنا هفرح بيك عشان أنت مكفيني أنا هاهتف ليك عشان أنت بتحميني مي بعرفها طيب يالا نرنمها أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني أنا هاهتف ليك علشان أنت بتحميني أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني أنا هاهتف ليك علشان أنت بتحميني مش بستني يا ربي موقف راح يفرحني أو مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسدود على ناس تتغير وتجرحني وارجعلك من تاني علشان تشفي وتشبعني مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني او مستني كلامي هيطمني ويسعدني او مسدود على ناس تتغير وتجرحني وارجعلك من تاني علشان تشفي وتشبعني أنا حفراحدي علشان انت بتكفيني أنا ههديفلي علشان انت بتكفيني مش راح انزل عيني من على شخصك وجمانك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسري كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك واتفت في بروحك بشهادة المجد جلالك مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسري كلامك وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك واتفت في بروحك بشهادة المجد جلالك انا حفرح بك علشان انت بتكفيني انا هاتف لي علشان انت بتحميني انا حفرح بك تكفيني انا هاتف لي علشان انت بتحميني روح فرح صوت ترنم وهتاف في خيام الصدقين يا رب املأ شعبك يا رب الفرح والابتهاج والسرور يا رب بينما نحن نقارب يا رب قاربين من مجيئك لان مجيئك على الابواب اعطينا نكون فرحنين صهرنين مملؤين بالروح مستعدين الى لقاءك يا رب بسوع ما نسمح واتسمح انه هموم العالم وتجارب الحياة وضيقاتها وكل صعوباتها تحني ظهورنا او يا رب بسوع تثني عزيمتنا لكن يا رب بصلي في هذه الليلة انك تعطي للمعي قدرة ولعديم القوة تكثر شدة ترفع شعبك من كل انحناء وانطواء من كل ضعف وفتور واكتئاب وإحباط وحزن وتملأنا بروح القوة بروح الفرح روح السلام يا رب والإيمان والرجاء والمحبة شدد شعبك اطلقنا من هذا المكان بملء البركة والقوة لك منك كل الإكرام كل الحمد وكل الشكر يا رب واسمعنا عندما ندعو قائدين أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطني اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا تدوم فينا أجمعين إلى أبد الآبديم آمين ثم آمين رب بارككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر